موسيقى وقفة الجيوية اليوم جاءت للرد بقوة أمام الاستهطار هذه الحكومة الفاشلة لهذا الملف الأساتي المفرض عن التعاقد واعتقد أن هذا الاستهطار وهذا التراجع وأيضا دفن الرأس كالنعمة ما هو إلا سيوازيه بسطير برامج نضالية قوية للرد أمام هذه المتاهات وأمام هذا الفشل الدريع ونقول بأن المقاربة التضييق والتهديد والوعد والوعيد وأيضا تقديم خيرة مناظر التنسيقية والتعاقد أمام أنظر المحكمة المحاكم بتهم الملفقة نقول ما لا يزيد إلا شرارة وإلا تشبثا بموقفنا ومطلبنا العادل والمشروع والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إذن يأتي هذا الشكل النضالي استجابة للبرنامج النضالي مستطر من مجلس الوطني التنسيقية الوطنية كذلك تزامنا مع المحاكمة السورية في حق الأساسية والأستاذ المفروض عليهم تهاقض الذين يعرضون اليوم على أنظار المحكمة الرجعية في مدينة الرباط 13 الأستاذ وأستاذة بعدما تم اختطافهم الأشكال النضالية بالرباط اليوم يعرضون في جولة أخرى من جولات المحاكمة اللي يعني كتعرضون لمجموع الأساسية اللي هو 45 أستاذ وأستاذة نهيك عن المتابعات هنا وهناك في بعض الإقليميات نحن كتنسيقية وطنية الأساسية الذين نفرض عليهم تهاقض بالرغم من هذه المتعابعات والمحاكمات والقمع اللي كان لقواه في الأشكال النضالية وكذلك الرغسية لدي الشهيد عبدالله حاجيلي اللي كان في 2019 وكذلك الصريقات من الأجور كل هذه الأساليب الحضر لن توقفها معركتنا نعبر اليوم من داخل هذا الشكل عن استمرارنا في مطالبة الدولة بالتخلي الكل على التوظيف بالتعاقد بإلغاء هذا النمط من التوظيف من قطاع التعليم من جميع القطاعات لأن الهدف منه الأساسي هو يعني تحويل النفقات أو الكلفة اللي كانت تحملها الدولة ديال الوظيفة العمومية رمي هذه الكرة للمؤسسات العمومية اللي هي الأكاديميات ومن ثم المؤسسات ستتحول البيع الخدمات لوليدة الشعب بمعنى أنها ستتحول البيع خدمات التعليم نقول بأن مخطط تعاقد لم يفرض على الأساسي ذا فقط وإنما فرض على الشعب لأنه يلامس القدرة الشرائية اللي ستتحول المدرسة إلى أداء رسوم لتسجيل كما تحول تكويل المهاني إلى أداء رسوم لتسجيل اللي كانت تفوق ألف و ألف و خمسمائة درهم إذن هذا حرم المباشر لأبناء الشعب من الحق في التمدرس اليوم نفس الإجابة التي تقدمها الدولة أو الحكومة في شخص الحكومة نفس الإجابة تقدمها هي القمع والتنكين لكل أشكال النضالية سواء كانت ديال الأساسي ذا المحروض عليهم سواء كانت كل فئة المناظرة سواء كانت ديال الجماعير الشعبية اللي شفنا يعني القمع اللي كيتعرضوله جراء نضالهم من أجل يعني عيش كريم من أجل كذلك الحرية من أجل كذلك هذا الدرب ديال القدرة الشرائية وهذا الغلاء ديال الأسعار والانتفاضة ديال الشعب المغربي على امتداد الوطن ككل بمعنى أن نفس الإجابة تقدم لا نتغيى شيئا من الحكومة الجديدة ولا الوزارة الجديدة لماذا؟ لأن نفس الإجابة قدمتها في الإنزال اللي كان سابق في الرباط نفس المحاصرة والتطويق ديال الإنزال وقمع وكذلك اعتقال 12 أستاذ وأستاذة دليل واضح للإجابة التي تقدمها وللعزم ديالها ديال تعميم تعاقد في كل القطاعات وتصريح ديال الوزير كان واضح في هذا الشيء ديال أن الوزير المنتدب ديال الميزانية يعني الميزانية العامة قال لك رغادي يمشيوا في توجه ديال تعميم هذا النمط من توضيف جميع القطاعات في جميع الأساسات العمومية نقول من داخل التنسيقية بأننا اليوم متواجدون في الشارع لقول الله للتعاقد نعم للإدماج مواصلون لمعركتنا نحصن أساد سندات الله كذلك متواجدون مع أبناء الشعب المغربي في كل مطالبهم وعلى رأسها مجانية تعليم مدرسة عمومية مجانية ووظيفة عمومية قرر قبل ما تخرجوا لا تنساوش تابعونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر